منا واشنطن مرسلنا إياد الجغبير إياد أهلا بك إذن يعني هذا اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني هو طبعا يعني يأتي في إطار عدد من الملفات المعقدة والشائكة جدا التي وصلت إلى تصعيد كبير بين الجانب الصيني والأمريكي كيف يتم معالجة هذا الموضوع من الجانب الأمريكي وما هي الرؤية الأمريكية لإدارة هذا الملف مع الصين في ضوء هذه القمة نعم هذه الزيارة تحدثت عنها الإدارة الأمريكية هذه الزيارة بالأصل كانت مؤجلة كان من الأصل أن تتم هذه الزيارة قبل نحو أربعة شهور لكن حادث إسقاط المنضاد الصيني أدى إلى إلغاء هذه الزيارة ومن ثم قام بها مؤخرا وزير الخارجية الأمريكي هذه الزيارة على الرغم من أنه لا يوجد فيها الكثير من التفاصيل إلا أن العديد من المراقبين وصفوها بأن وزير الخارجية الأمريكي كان قادرا على ترطيب الأوضاع بين كل من الولايات المتحدة والصين في العديد من الملفات كان هناك رفض لزيارة وزير الخارجية الصيني إلى واشنطن لكن حسب تصريحات وزير الخارجية وحسب تصريحات الناطق باسم وزير الخارجية فإنه تم الاتفاق على تحديد موعد زيارة في الموعد الذي يراه مناسبا خلال الأسابيع المقبلة هذا يعني بأن هناك تقدم وإن كان تقدما طفيفا لكن هناك تقدم في العلاقات بين كل من الدولتين إضافة إلى ذلك تحرص الإدارة الأمريكية على إعادة قنوات التواصل بين كل من الدولتين لأنه تم إغلاقها خلال السنوات الأخيرة هذه القنوات كانت مختصة فيما يخص موضوع العديد من الأحداث الساخنة التي تقع بين البلدين لكن إغلاق هذه الغرف العمليات وإغلاق قنوات التواصل أدت إلى المزيد من التوتر بين كل من واشنطن وبكين ما تحدثت به وزارة الخارجية أن وزير الخارجية اتفق مع وزير الخارجية الصيني كذلك على زيادة عدد الرحلات التجارية بين كل من البلدين إضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين كل من البلدين هذا يعني بأن هناك الملف التجاري فرصة الوصول إلى اتفاق ذات ملامح معروفة ما هي قد تكون أبكر بكثير من فرصة الوصول إلى مساحة مشتركة في العديد من الملفات الأخرى وأهمها ملف تايوان هذا الملف هو الملف المؤرق بالنسبة للصين خاصة بعدما قامت رئيسة مجلس النواب السابق بزيارة إلى تايوان كذلك رئيس مجلس النواب الحالي قام بلقاء رئيسة تايوان في كليفورنيا لكن هل سيستطيع البيت الأبيض إعادة هذه العلاقات بدون موافقة الكونغريس الذين يرفضون هذا التقارب الصيني الأمريكي؟ هذا هو السؤال المهم الذي سوف يتم عليه الإجابة في الأسابيع المقبلة بالفعل شكرا جزيلا لك مرسلنا من واشنطن يا تل شغبير